طيب هنروح لفريق منتخب مصر للسيدات بقيادة المدير الفني الكابتن هابي الألفي لعب نادي الأهل السابق ومدير الفني الفريق الأول أيضا السابق زي ما قلت لحضراتكم يتقرر الخبر مرانا وتكرارا ست لعبات من أصل 14 لعبة من النادي الأهلي شارقنا في هذه البطولة وساهمنا بشكل كبير في حصول مصر على البطولة العربية مع منتخب مصر للسيدات منتخب الوطن السيدات كرة السلة بقيادة طبعا النجم زي ما قلت لحضراتكم إيهاب الألفي قدروا أن يفوز بالبطولة رقم 13 وتلعبت على صالة رقم 3 بأستاذ القاهرة واللي طبعا أنها كلنا من خلال طبعا شاشات التلفاز لطبعا نجمة النادي الأهلي ثريا محمد خلينا أفكر حضراتكم طبعا رانيم الجداوي ثريا خلينا أفكركم بالست اللاعبات اللي شاركوا ثريا محمد مرال أشرف ندين السلعاوي رانيم الجداوي حبيبة محمد بيكو يارا أسامة دول الستة اللي شاركوا مع منتخب مصر واللي شاركوا على فكرة بالمناسبة شاركوا في أغلب المباريات بصفة مستمرة ودي صور للتتويج كل التوفيق إليهم أكيد بيستعدوا كمان اللي بطولة أفريقيا الشهر القادم الحقيقة عندنا جيل جيد من السيدات يعني احنا بنتوقع ليه أو نفسنا نتوقع ونفسنا اللي اتنين أن هما يوصلوا لمربع الذهبي في بطولة أفريقيا وليه لا يعني آه منافسة قوية جدا من السنغاليات منافسة قوية جدا من النيجريات منتخب السنغال منتخب نيجرية منتخب مالي في السيدات قوي جدا أبراك طويلة الحقيقة أنا لما شاركت في بطولة أفريقيا كذا مرة يعني الحقيقة السيدات أو فرق السيدات على طول الرجال يعني نفس الطول تقريبا اقل شوية فكنا يعني بنشفق على يعني فريق السيدات في مصر من المشاركة مع اللاعبات من مالي منتخب مالي والسنغال الاتنين الابراج الحقيقة بس الحقيقة منتخب مصر في ميزة هي ناحية الفنية الجيل الموجود دلوقتي فنياته اعلى مش دايما الاطول هو اللي بيكسب ولكن الامهر واللي عنده تكنيكاليتي عالية في المباراة دي كرة السلة اه الطول مطلوب ده حاجة مفروغ منها ولكن لو انت اطوالك يعني مش هي اعلى حاجة كان منتخب انجولا الحقيقة جيلي انا كان بيكسب افريقيا عطول ما كانش اطول منه فدايما مش الطول هو الاساس اه مهم ولكن المهارة والحرفية سواء في الدفاع والهجوم هي اللي بتحسم الامر